اللي بيشوفه دلوقتي بيقول لي لا انه الدنيا خلاص في ناس لاها رغبة انه نسلم الاوراق وخلاص يا جماعة خلينا نمشي ونشوف نطلع الناس انا ما عنديش اكراه ولا حاجة على حد انا لست مركز سلطة ولا مركز قراء الرجل قاعد بشوف المشاهد وبتناقش مع حضرتك لما العالم كله عمال يتحرك رئيس اردوغان بيتحرك في اتجاه محاسبة قتلت الرئيس محمد مرسي وقال سنحمل الملف الى مجموعة الاثرين الراجل ده بيقول ايه حطاه على الشاشة الكبيرة ايه ساعدت المخرج عشان اقراها والجمهوري اقراها معايا مرسي قتل وسنقاضي نظام السيسي بالمحاكم الدولية ده رئيس دولة نزلك هدية من السماء ده نزلك هدية من السماء بيقول لك انا معاك اديلي اللي عندك كله روح اديله رئيس ده انا احنا كنا بعد رابعة مش لقين حد يتحرك باسم انا صح ولا قتل الرئيس مرسي فاجه الراجل ده ده مركز قوة دلوقت نركز ايه بيزبط لك الميزان يقوم البعض يقول لك هنعمل عزة وناخد العزة في الرئيس عزة ايه يا فد ما فيش عزة مش عزة ما عزة دلوقتي خالص واللي هياخد بعزة الرئيس هو الشعب هو مين الشعب الرئيس ليس لم يمض صفته عضوا في جماعة وتنظيم الرئيس مات وهو رئيس للدولة احنا عملين نحرف ايه احنا عملين نحرر الفكرة الرئيسية عاوزين نحرر الرئيس لانه الشعب هو اللي ده ثقة صح او لا لا فراحين عاوزين نوديه للشعب تاني اللي اختاره لو انا بعمل عزة هعمل العزة على النحو التالي قوة الشعب المصرية كلها وافتح سجل العزة كبير مش باسم جماعة ولا تنظيم على عيني رئيس مرسي من الاخوان وانت من الاخوان ولا الاخوان دي بسألة اخرى الرئيس مرسي مات وهو متمسك بحق الشعب في اختيار رئيسي ايه احنا هنمتع عزة للرئيس عشان هو ابننا ايه ده انا لقى لهم احد بالمناسبة كل واحد يعمل له اعزة منه يعني انا انا بقول رأيي في المسألة بس عشان متفاهمش عزة حاجة واجبة لكن الاصل انه لا عزاء قبل القصاص ما بقولكش القصاص انك تاخد منذ ايه عشان ما تقولش تقول ده يا زوب عائل وزوب عائل ان عارفك لكن انا بقولك روح امشي ورا مين ورا الرئيس اردوغان كل القوى الشعبية النهاردة المصرية عليها ان تسمن عاليا ما قاله الرئيس اردوغان وتصدر بيان ده احنا لما كان حاجة بتعدي بيان طلعوا النهاردة بيان باسم القوى المصرية كلها اعملوا حملة كاملة اطلبوا اطلبوا دعم الرئيس الطيب رجب اردوغان في مسعاه لمحاكمة ختلت الرئيس مورسي يعني يعني انت عاوز هدية ايه احسن من هدية دي انا عاوز يا فهم العزع على عيني في الصعيد لسه زميل كان بيقول لي في الصعيد افناخدش يقال لما بالطار يجي نشوف الدين ايه ايه والطار ده لكل الناس الرئيس مورسي نفسه في التحرير وعد بالقصاص اليس كذلك الم يعد الرئيس مورسي الناس كلها بالقصاص للشهداء الم يقول في اخر خطبه ان انا عاوز عافز على البنات والولاد والصغيرين وحافز على البلد والجيش انا بيقول ذلك لدينا فرصة عظيمة جدا النهاردة ولدت من رحم هذه الازمة على يد زعيم كبير واعتقد انه انا قلت مبارح لو جماعة انا فرضية انا لم اطالب بذلك لكن هفترض ان انا طالبت بانه لو لو طلبنا فتح اه دعم صندوق لتعم تحقيق للتحقيق الدولي هيجي لك ملايين عاش حد النهاردة يقول لك اصل يا جماعة تعيي دولي اصل اوروبا اصل امريكا يا عم اعمل اللي عليك وهقول لك ليه لازم تعمل كده جاءتنا فرصة ذهبية اليوم لتحقيق جزء مما نسعى اليه سقر والتحقيق من اجل الرئيس مرسي في وفاة الرئيس مرسي ليس عملا تنظيميا بل عملا شعبيا ودوليا انا لما شوف جنازة او شوف العزة هم مين اقرب الناس للرئيس مرسي رئيس الدولة وزراءه عندنا وزراء برا صح? فالي اخد العزة الوزراء كان فيه نواب يقفو ياخد العزة كان فيه مستشارين يقفو ياخد العزة ويج�� من كل الدول اللي ياخد عزة الرئيس مرسي رئيس مزراؤه مش موجود عندك نائب رئيس مزراء وعندك محسوب وعندك الدكتور محسوب وحامد صالح في كندا وكتير ضولي اللي اخد العزة الدكتور سيف لانه كانم مستشار وغيرهم كتير ياخدوا عزى الرئيس لانه عزى رئيس الدولة ايوه انت تعمل اعزاك انا معاك يعمل انت عاوز تعمله وهو طبعا في التنظيم ولا في الاخوان على عيني لكن ايضا نتكلم في عضية اكبر من كده دي نقطة مهمة الرئيس رجب طيب اردوغان طالب بفتحي تحقيق هل هذا الكلام هيجيب نتيجة افكر مش الرئيس رجب طيب اردوغان بس قدمت الخارجية الالمانية تعازيها في وفاة الرئيس وجاء في البيان اللي قالوا المتحدث باسم الخارجية الالمانية راينرد رويل نشعر بالحزن على وفاة مرسي ونقدم العزاء لعائلة وقال انهم سيقدمون الدعم اللازم من اجل تحقيقات سريعة وشاملة حول اسباب الوفاة مشيرا انهم تقدموا بذلك الطلب للمدعي العام المصري واعرب برويل عن قلقهم بشأن حقوق الانسان في مصر والمعايير الدولية المتعلقة بظروف السجون موضحا انهم نقلوا هذه المسألة الى الحكومة المصرية نفس الكلام تركيا قطر ماليزيا القومة التحدى يعني عندي رئيس دولة متبني المسألة دولة دولة زي المانيا دي بدولة كبيرة جدا تطالب بالتحقيق وزراء لازم يقدموا الطلب في التحقيق الدكتور عمرو دراج اول واحد يكلم في التحقيق لازم دول يتقدموا بطلبات للتحقيق لانهم متضررين لان الرئيس الوزارة الرئيس الحاكم للحكومة متاعتهم كان الرئيس مرسي والشعب لازم يتقدم بالطلب للامم المتحدة بفتح تحقيق عندك حاجة اسمها النداءات اللي موجودة اللي هي البيتيشنز هش شارك في مجموعة اسمها تشينج خش وشارك وتغلب ولازم الناس تتبنى هذا اتنعشر منظمة حقية وعربية ودولية تتعمل نظام بقتل الرئيس دا حلو دا الخبر الفعل في انت الفعل ان احنا كلنا نروح في اتجاه التحقيق ونكلف ناس بملفات اللي من الفلوس عن طريقكم عن طريق اي حد اعملوا انت عاوزين تعملوه وتابعوا لانه من الواضح اننا لم نصل بعد ان يكون عندنا جهاز عصبي مركزي بالثورة ما عندناش جهاز الجهاز العصبي مركزي فلابد ان احنا نتحر تقولي وهم بيحققوا في الامم المتحدة دا وقفين ضدنا ايوه ما كل الناس ليها وعليها تقرير الامم المتحدة الخاص بجمال خاشقجي علي رحمة الله طالع النهاردة طالع النهاردة الرؤية بانت الرؤية ايه بانت ادلة موسوقة تستوجي بالتحقيق مع ابن سلمان في مقتل خاشقجي دا بين الامم المتحدة طبعا ممكن يتأمروا على الراجل داوت ويشيلوه ويغيروه الوقت بتاع المفاوض او السيطة المفاوضة الاممية كالامارد ويتأمر عليه قال التقرير على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب اسهاءاتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية يبقى دا اول حاجة صحيح مر وقت طويل منذ انتخاب منذ قتل الشهيد جمال من اكتوبر لفات للنهاردة كم شهر سبعة تمنت شهر صح لكن النهاردة في نتيجة في ثمرة احنا مر علينا سبع سنين ست سنين منذ ربعة منذ الخلاب صح ما خدناش حاجة زي كده مقتل خاشقجي هو اعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسئوليته الدولة السعودية اعلنت مقررة الامم المتحدة اجنيس كالامارد وجود ادلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسئولين كبار بينهم ولي العهد في قضية مقتل الصحة في فلان وقالت يتعين على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب سأل وقالت ان مقتل خاشقجي هو اعدام خارج نطاق القانون يا اله دي احنا عندنا عشرات بل مئات قتلوا تقتيلا بعد اختفاء قصري طويل وقصير ثم ولفتت الى ان السعودية في قتلها صحفيا ارتكبت عملا لا يتفق مع مبدأ اساسي من مبادئ الامم المتحدة الا وهو حماية حرية التعبير وشددت على ضرورة اطلاق الولايات المتحدة الامريكية امريكا يعني تحقيقا في جريمة مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالية الاف بي اي ده مين يا عم؟ الامم المتحدة الامم المتحدة تركيا لديها قوة قانونية وشرعية في العالم حينها تخرج تركيا وتقول لك والله انه نطالب بتحقيق هيعمل تحقيق ما لا بيجي حد يقول يا جماعنا بقى يعني برك الله في ما رزق بقى وبتاعوا اللم الايه؟ الليلة خروج تقرير الامم المتحدة بالامس اللي بيتكلم على ضرورة فتح تحقيق مع آآ مبارح تقرير الناطق باسم فوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان روبرت كولفل اللي انا عرضت علي الجزء منه مبارح بيقولي يا جماعة انه لقد وزيرة مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي بما في ذلك وصوله الى الرعاية الطبية الكافية ووصوله الكافي الى محاميه وعائلته خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات ويبدو انه احتجازه في الحبس الانفرادي لفترات طويل لذلك يجب ان يغطي التحقيق جميع جوانب معاملة السلطات للسيد مرسي بهدف النظري فيما اذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته وقال لك تنص المادة 24 من قواعد الامم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لقواعد مندلة تتولى الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية للسجناء وينبغي ان يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية المتاح لب 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 واتكلمت في ضوء ما سبق نعتبر انه من الضروري اجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة السيد مرسي بما في ذلك ظروف احتجازه ويجب ان تجري التحقيق او ان تجري التحقيق او ان تجري التحقيق سلطة قضائية او سلطة مختصة اخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزتها على ان تفوض باجراء تحقيقات فورية نزيهة وفعالة في ظروف احتجازه دي الهدية معك ادي قرار من الامم التحت بيان من الامم التحت وهذه رئيس دولة لها وزنها في العالم بيقولك هات الملف والدهون رأيي انا الشخصي انه يتواصل مع السيد الرئيس كل الوزراء وكل النواب في عصر رئيس مرسي وكل المستشارين رأيي وان تسخر لهم كل الامكانيات وكل الاوراق وكل الملفات لا يغيبوا عنها شيئا لان الرئيس مرسي ارث للامة مش بتاعة حد يا جماعة الرئيس مرسي دخل قصر الجمهورية مش قصر الاخوان صح فيه سوى له لما دخل اصر عبدين دخل هذا القصر بوصفه مفوض من الشعب لكي يحكمها اخذ خراراته باسم وبقوة وبباور انه رئيس للجمهورية اليس كذلك مش احنا شفناه كده ولا اللي بنشوفه ده كان واه اذا الذي يتصدى لوفاة والتحقيق في وفاة السيد المبجل فخامة الشهيد كما قال احدهم يجب ان يكون من الشعب واعضاء حكومته ومستشاريه عندك كمان في مستشارين تانين كانوا مستشارين عسكريين كانوا موجودين بعضهم برا دول كلهم يشاركوا في القضية دي فيبقى احنا عملنا شيء منظم وجميل ونقدر نتخدم عليه كل الاوراق توضع بين يدي وفد كبير يمثل الحكومة المصرية في عصر الرئيس محمد مرسي حلو كده عام انا بديك طريق سهل وشيل ايه ده كانت وروح للرئيس اردوغان والحكومة قالوا ده يا جماعة هاكم الايه الملفات هاكم الايه كل محامي عنده فكرة كل من استطاع ان يرسلها قبل ان يلقى حتفه او يموت او يعمل ده نصرة للانسانية وعلى البرادع ان يخدم ما لديه من شهادة وما قاله من كلام وجمال ايد وكل الناس اللي اشتغلت في ملفات حق الانسان عليها ان تتقدم بطريقة او باخرى لا اريد احراج احد والله لا اريد احراج احد ده كان الرئيس مرسي علي رحمة الله مش الصورة اللي حالاك تشوف ودي المقابلات مع وزير الدفاع مع وزير الداخلية مش كده ولا غلطان ده جمال اللي الرئيس شاله مع رحمة جمال الدين صح شاله الرئيس مرسي وحط مستشار لشون مع عفتاح السيسي اللي قاعد زير ارنب قدامه ومع غيره ده كان رئيس للجمهورية سافر باسم مصر الهند فاكستان السعودية المانيا صح سافر او ايطاليا زي ما قلت لك سافر الى بلاد عدة لم يكن الرئيس محمد مرسي رئيسا لفئة ولا لطائفة اقول لك على تأثير الورقتين اللي قال الكلمتين اللي قالهم روبرت كولفل بتاع المتحدث باسم فوضية قم المتحدة السامية لحقوق الانسان اصاب النظام السيسي بلوستاتين عقلية المتحدث باسم وزارة الخارجية استنكر باقوى الامارات التصريحات التي قد لها بها المتحدث باسم فوضية حول وفاة محمد مرسي عيسى العياد رئيسك يا كاتكوت رئيس يا غاسب عالك ما تدرش شيله من السجلات انت هتقعد انت هتموت لو تحصل مرسي فقبره وانت بتبحث انك تنزع منه ايه شرعيات مات الرئيس مرسي ومعه شرعياته ما ماتتش باقيا لانه ده حدث لم يحدث في تاريخ مصر انه يجي رئيس انتخابات مرتين خمسة وعشرين مليون مرة وخمسة وعشرين مرة تانية يعني خمسين مليون راحوا ودوا انتخابات حصل ان حصل في التاريخك انت شفت انتخاباتنا زيها ابدا وبالتالي مهما تعملوا مهما تعملوا مهما تطلعوا كلابكم وقطاتكم وابن اللي عامل هاشتاج ابن الايه اسمو احفظ موسى باين عامل هاشتاج بيشتب نفس اي حد مش عارف ايه انا بحب بلدي يا ولاد يا ابن كذا مهما تجيبه مين اللي بيدافع عن السيسي النهاردة انا اقل لك من زمان شدتلك انا السيسي واحمد ايه موسى هم الاتنين ولاد ولاد وزة صح مفيش حد معاه قول لي قول لي حد محترم بيدافع عن السيسي النهاردة في اللحظة اللي احنا فيها دي مين عمر قديم بطل يدافع يعني على ما نشوف المكان هتشتغل مفيش حد يا ابا مفيش حد معاه بطلع النطيحة والمتردية لانه هم شايفين انه سيسي اخر الدولة ونزل بها بتاع تلاتة ايبع عندك رئيس اردوغان مفاوضية الامم المتحدة اللي خلت النظام يتكهرب ويرتعش عدانا حافظ ما تضمنته تلك التصريحات من ايحات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاحة القضاء المصري ما فيش نازل ما فيش قضاء مزل عشان يبقى نازل لكن هي دي اللغة معناها انه كلام الامم المتحدة ممكن يعمل ايه يسير اعصابهم تماما يبقى امم المتحدة المانيا الرئيس اردوغان منظمة العفو الدولية لدى السلطات المصرية سجل حافل في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي لفترات طويل وفي ظروف قاسية وايضا تعريض السجناء للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ما يجعل اجراء تحقيق في وفاة محمد مرسي وظروف احتجازه مطلبا ملحا ها اربعة ولا خمسة محامي فرنسي يطالب بتحقيق اممي ودولي في وفاة الرئيس محمد مرسي تقدم المحامي الفرنسي جيليز ديفيريز او ديفرز السلساء بطلب الى الامتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق محمد مرسي اول رئيس منتقب ديمقراطية وقال في تصريح الاناظون ان الطلب يحظى بدعم تسع منظمات دولية ويتضمن ارسال خبراء الى مثل التحقيق لفحص التقارير الطبية وتحديد سبب الوفاة ايه بقى ليه دلوقتي ضروري يحصل ده تخلينا اقولك اول رئيس منتقب بالملديف وفاة مرسي بالسجن عال تمام